السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية الهيل الأخضر أو رؤية الحبهان في المنام فتابع معنا رؤية الهيل الأخضر في المنام يدل على وجود أشخاص محيطين بالرأي يتحدثون عنه بالخير دوما الهيل الأخضر تدل على رزق ومال وخير وبركة للرأي الهيل الأخضر ووضعه للرأي في القهوة يرمز إلى الحب والسعادة رؤية الهيل وطحنه في المطحنة بصوت عالي يدل على مشاكل وأزمات يتعرض لها الرأي في حياته رؤية الهيل في المنام تدل على الشفاء من الأمراض تفسير رؤية الهيل في المنام للعزباء رؤية الهيل أو الحبهان في منام العزباء يدل على خطوبتها قريبا رؤية الهيل في منام العزباء يدل على الفرح والسرور ومناسبات صارة في الفترة القادمة رؤية أكل الهيل للعزباء صحيحا يدل على حدوث مكروهة رؤية تناول حبات الهيل يدل على فرق أناس مقربين من تلك الفتاة في الواقع بالصفر أو بالخصام لكن ليس بالموت رؤية أكل الهيل في حلم الفتاة التي لم تتزوج دليل على فرح ومال تحصل عليه الرأية رؤية تناول الهيل إشارة إلى شفاءها من مرض أصابها تفسير رؤية الهيل أو الحبهان في المنام للمتزوجة رؤية الهيل في منام المتزوجة يدل على رزق وخير وبركة في حياتها ويدل على شفاءها من أمراض أصابتها وتمتعها بصحة وعافية رؤية المرأة المتزوجة أحد يعطيها الهيل يرمز إلى الصمع الحسنة وحديث الناس بالخير عنها تناول الهيل للمتزوجة يدل على شفاءها من المرض الذي كانت تعاني منه رؤية المرأة أنها تأكل الهيل يدل على بركة في حياتها وخير كثير ستناله تفسير رؤية الهيل المطحون في المنام رؤية الهيل المطحون في المنام وخلطه بالقهوة يدل على الحب والشوق في حياة الرأي رؤية شراء الهيل المطحون أو الحبهان يدل على وجود شخص كثير المتح في الرأي ودائم الذكر لمحاسنه رؤية خلط الهيل مع القهوة في المنام تدل على النقاء والعقل الكبير للرأي تفسير رؤية الهيل في المنام للمرأة الحامل رؤية الهيل في منام الحامل ترمز إلى الصمع الحسنة بين الناس رؤية الهيل للحامل تشير إلى سلامتها وسلامة جنينها تفسير رمز الهيل في المنام رمز الهيل في المنام يدل على حسن السلوك والخلق للرأي رمز الهيل في الحلم يدل على المتح والكلام الحسن رمز الحبهان يدل على الفراق عن الأحباب حيث يطلق عليها حبهان الهيل في الحلم يرمز إلى الخير والرزق والبركة للرأي ومن رأى في المنام وجود الهيل الأخضر فدلالاته على الرزق وقصرة المال الذي ينال صاحب المنام وربما دلت رؤيته على ترقية أو منصب جديد للرأي يعود عليه بالخير والنفع ومن رأى أن حبات الهيل تخرج من جسمه كأن تخرج من أنفه مثلا فأن رؤيتها تدل على انفاق الرأي لماله على أهله أو على أبنائه ويكون انفاق المال بقدر ما خرج من أنفهيل ومن رأى في المنام أن الهيل يختلط مع القهوة فأن الرؤية تدل على صفاء ذهن الرأي واستيعابه لما يدور من حوله وقدرته على إعطاء الحلول والمقترحات التي تكون في مصلحة الرأي ومن رأى في المنام أنه يشتري الهيل المطحون من شخص يعرفه فأنه يرمز إلى الكلام الطيب والمديح الحسن والثناء الجميل الذي يصدر من الشخص البائع في حق الرأي ولكن رغم كل الرموز المبشرة لرؤية الهيل في المنام أو حبوب الحبهان في المنام لكن توجد بعض الحالات التي تكون فيها رؤية الهيل أو الحبهان ليست حميدة للهيل دلالات سيئة فقد يدل على فراق الرأي لأحبابه وبعده عنهم واتخاذ طريق أو منحنى يبتعد فيها عن الأشخاص المحيطين به وأما من رأى في حلمه أنه يقوم بطحن حبات الهيل ويستخدم آلة الطحن الخاصة بها فأن رؤيتها ترمز إلى تعصر الرأي ووجود بعض الخلافات والمواقف الصعبة في الواقع ويصعب تجاوزها ومن رأى في المنام أنه يطحن الهيل ولكن يصدر صوت مزعج من آلة الطحن ترمز إلى عجز الرأي وعدم قدرته على إنهاء الخلافات وتخطي المواقف الصعبة والمصائب التي يعيشها ومن رأى في منامه عدم رغبته في استخدام الهيل أو نزع الهيل من القهوة تدل على تعقر مزاج الرأي وتشويش أفكاره وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والله أعلم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر